نحاول نقل كل الرسائل التي تصلنا حتى من ربما يريد أن يؤيد ويشكك في بعض المعلومات ولكن دعني أعود إلى السيد ستيفن كليمونس في واشطن ستيفن فيما يتعلق بالموقف الأمريكي تحدثت عن موضوع تشجيع الحكومة الانتقالية طبعا ليس هناك حكومة انتقالية الآن في انتظار ما سيحصل في طرابلس هناك مجلس وطني للمدن هناك حساسية تعرف سيد كليمونس إذا التدخل الأجنبي هناك رفض تام من قبل المعارضة الليبية من قبل الناس الذين يناهضون القذافي لأي تدخل أجنبي مباشر في الملف الليبي وهناك مخاطر من أن يفهم بعض الحراك الأمريكي وكأنه محاولة لفرض نظام جديد في ليبيا كيف يمكن لواشنطن أن توازن بين دعمها للمعارضة وفي الوقت نفسه التأكيد أن الحراك السياسي فيها في ليبيا هو حراك ليبي بالكامل أعتقد أن هذا الخط صعب جدا وأنا سعيد أنك أثرته عندما كنت في البيت الأبيض يوم الخميس أثير هذا الموضوع من ناحية البيت الأبيض يحاول أن لا يجعل من هذه المبادرة أمريكية وأن يعمل قدر الإمكان من خلال الأمم المتحدة وهذا بالطبع في مجلس الأمن الحصول على عمل رسمي يجب على كل أطراف مجلس الأمن أن يشاركوا فيه والصين حتى الآن كانت مترددة بشأن انتقاد القذافي أو قول أي شيء أكثر من أنها قلقة بشأن الموقف إذن البحث عن عمل موحد من الأعضاء الخمسة الدائمين هذا شيء معقد وصعب والولايات المتحدة تعرف أن القذافي حاول أن يبرر أفعاله في الماضي عن طريق جعل أو خلق دينامية أمريكا مقابل ليبيا أو ضد ليبيا من ناحية أخرى هناك الكثير من الدعوات للتدخل من قبل ليبيين وأوروبيين وحتى أمريكيين لا أعتقد أن هذا محتمل بشكل رسمي ولكن هناك أشياء يمكن أن نعملها وهي عبارة عن لفتات لينة كنت أنا أنصرها مثلا عمليات إبرار جوي بالقرب من الحدود لنقل اللاجئين هناك ضغط هائل نتيجة لقدوم اللاجئين عبر الحدود فتونس مثلا ومصر ليس لديهم البنية التحتية للتعامل مع هؤلاء اللاجئين هذه أشياء يمكن لأمريكا أن تفعلها بدون أن تتدخل في الدينامية الداخلية لليبيا ولكن أنا أتفهم موقفك وأعتقد أن هذه الحساسية معقدة وعلى البيت الأبيض أن يتوخى الحذر لأن القذافي يمكن أن يستخدم هذا كمبرر للمزيد من الفضائع نعم هو طبعا أنا أنقل مواقف ليبيين في الداخل معارضين بموضوع التدخل الأجنبي قبل أن نعود مجددا إلى العقيد ركن خليفة بالقاصم حفتر معي هذا الاتصال الهاتفي من شاهدات عيان في بنغازي أهلا بك ما هو الوضع لديكم الآن وكيف تنظرون إلى ما هي رسالتكم إلى الأهالي في طرابلس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله نحن والله نحن صح في بنغازي بس قلوبنا مع الناس اللي في طرابلس ونحن شايفين أن الناس في طرابلس بس من بالله متأكدين أنه حوش حوش متأكدين أنه قاعد تحت القمع كلهم مظاهرين وكلهم ضد القائد بس إلا الأقلية البسيطة جدا جدا اللي خايفة بس تحت قاعدة تحت الضغط فعلا والإرهاب اللي أنت رجي فينا وأنا بالنسبة لي أنا نشكركم شكر جزيل لأنكم أنتوا تعتبروا من الجنود اللي قاعدين نصبين معنا نعم نحن ننقل الواقع قدر الإمكان ونحاول قدر الإمكان أن ننقل الصورة الحقيقية لهذا الحراك للليبيين في الداخل وأيضا عبر ما يمكن من تحليلات من الخارج هل لك أن تضعينا في الأجواء في بنغازي الآن هل أنتم مرتحون إلى المجلس المحلي الذي تم تشكيله إلى أبعد حد في بنغازي نحن مرتحين الأبعد حد يعني الحمد لله بس الحاجة الوحيدة اللي ما زالت نقال قلتنا أخواننا في طرابلس اللي قاعدين تحت القمع بعدين أنا بيوصل بس رسالة من هما في جانبهم عم رتوه حاليا إذا كان أصلا هو يسمح لهم أنهم يسمعوا هما تسمون بكم فلا يسمعون يعني أعتقد إنما يخلي لهم مش مجال أصلا أنهم يسمعوا يوصلهم رسالة أنهم هما أول وحدين حينسفهم أول وحدين هما يعني للعالم وهذه معلومة يتأكدوا منها أول وحدين وأقرب نزلة ومعمر لو يلقى تهيلي حتى أصرتها ينسفها عشان هو يبلغ هل لديك ما تضيفونه بالنسبة إلى الأهل في طرابلس إلى أهل طرابلس هل تتوقعين أن يتحركوا أن يكسروا موضوع الترهيب الذي يتعرضون له نعم أهل طرابلس متأكدة 100% أنهم سيتحركوا وهذه لا رجعة والثورة التي نحن قيمين بها حاس بها الجنين في بطن أمة يعني كل فرد كل فرد وكله كل كهل وكل طفل وكل شيخ وكل شاب وكل أمرأة كلها تعاني من قمع القائد حضرتك كمواطنة ليبيا في بنغازي كان هناك حديث دائما وتلميح من قبل القذافي العقيد القذافي وابنه سيف الإسلام أن هناك وأن ما يشبه النزعات الانفصالية أنكم تريدون إقامة دولة في الشارك أنت كمواطنة من بنغازي تنظرين إلى ترابلس على أنها هي وستبقى العاصمة الليبية التي تعتزون بها كمواطني ليبيين طبعا طبعا بالنسبة للترابلس هي عاصمتنا ومش حتتغير بإذن الله وبعون الله ونحن ما فيش أي تفرقة بيننا نحن الشعب الليبي كله من أقصى الشرق الأقصى الغرب كلنا خوت كلنا كأننا أسرة واحدة الدرجة أنك ما تخيلها يعني تربطنا بعضنا شو القبلية أمر مضحك يعني أمر سعلا مضحك يعني خاشفين في حاجة أساس الشعب الليبي هو ترابلس شكرا جزيلا لك مواطنة ليبية من مدينة بنغازي وقد حدثتنا ووجهت دعمها إلى الأهالي في ترابلس سيد العقيد ركن خليفة بالقاصم حفطر عندما تستمع إلى هذا الكلام وتأكيد من الناس في بنغازي والمناطق الشرقية بشكل عام أن ترابلس هي العاصمة وستبقى يعني كيف يمكن أن نحلل بعد هذا الكلام ما كان يلمح ويشير إليه طارة بشكل واضح وطارة تلميحا القضاء في وسيف الإسلام بأن هناك نزوعا إلى الانفصال وما إلى ذلك لا يوجد على الإطلاق نزوعا إلى الانفصال إلا في ذهنية معمر جذافي وطبعا يعرف أنها غير حقيقة الليبيين طول حياتهم كانوا الليبيين مع بعض لن تنفصل إطلاقا أي جهة عن جهة أنا بالنسبة لي لا يمكن أتصور أن تنفصل أمساعد عن رسجدير عن الكفرة عن هذه المناطق إطلاقا يعني هذه المناطق ملتحمة التحاما كبيرا كل العائلات الموجودة في طبرك جزء منها في طرابلس جزء منها في الكفرة جزء منها في فزان يعني هذه الأمور لأن هذه استوانة حقيقة لا تعني شيء الليبيين كلهم يفهموا عبروا كلهم صغارا وكبارا عن هذا الموضوع فأنا متأكد تماما أن كل الليبيين واحدة واحدة وهذه الترهات لا تعني شيء لا تعير أي ليبي أي انتباه نعم سيد العقيد في موضوع الذي كنت أتحدث معه مع ستيفن كليمونس في واشنطن وهو الدور الخارجي الأمريكي تحديدا والحساسية من تدخل أجنبي هل واضح الأمور والحدود ما الذي يريده الليبيون في الداخل المعارضون من الغرب من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي هل المواقف حتى الآن بضغط السياسي والعقوبات المالية وغيرها على القذافي وأبنائه كافية وتلبي ما يريده الليبيون يعني نكاد بالنسبة لي أنا كرجل عسكري في هذه النظرة بعيدة حتى السياسة نعتقد أنها كافية لكن عملية الحظر الجوي هذا يعني لا يعني شيء إذا كانت القضية قضية رصد طائرات تطلع وتدخل يعني لا أعتقد أنها لها معنى لأن الليبيين قادرين على جذافي مع كل علمك أنت كل الطائرات في ليبيا كلها عاطلة وكان جذافي كان يعد لهذا الوقت كلها عاطلة منطقة طبرق والمناطق المحيطة بها لا تجد طائرة تقلع تقلع إلا قليلا تقريبا وغير مرات غير صالحة يمكن الآن بدأ الضباط مهتمين وحاولوا قد يمكن أن يصلحوا مع أبساده الجذافي لكن الحظر الجوي يعني فيه ميزات وفيه عيوب أيضا يحتاج إلى دقة في هذا الموضوع بالذات نعم الشيء الآخر تفضل الشيء الآخر بالنسبة لعملية التدخل الخارجي التدخل الخارجي نحن نرفض هذه القصة نحن الحقيقة لم نعرف الحرية إطلاقا يبدو من الأطراق إلى طليان إلى عهد سابقة الثورة 1969 إلى هذا اليوم يعني الغريبة الحرية تقريبا يلمح بها هذا فقط للدعاية لكن لم يشعر بها لي بآل إطلاق الآن نحن لا نريد مرة أخرى لا حكم داخلي يمكن واحد أيضا من القياءة يعني كويس جدا على إيتيحال كل أخواننا في المجالس يمحدوا المدة القانونية لأي رئيس المستقبل إن شاء الله منعا لكارثة مثل هذه كوارث لأن بصراحة نحن يبدو نحن كعرب عندنا مشكلة لفارقة بصفة عامة لما الواحد يبقى على الكرسي يسخن على الكرسي كذا سنة يمترك الكرسي ويعتبر الناس إذا قالوا لو سمحت تخلوا هذا المكان يعتبر معداء ويقوم بمثل ما قام بهم معمر جذافي وهذه كارثة معي عبر الهاتف من الزنتان المواطن عبدالله أهلا بك عبدالله كيف تصف لنا الوضع في الزنتان عرفنا ليلة أمس أن هناك كان ربما تحليق طائرات أو ما شابه يعني آمل أن تضعنا في الصورة الدقيقة لوضع الزنتان الآن عبدالله من الزنتان هل تسمعني؟ يبدو أن أولا يسمعنا فقدنا الاتصال به طبعا هناك صعوبة في التواصل والاتصالات مع عدد من المدن الليبية أستاذ طلحة جبريل في موضوع الدور الأمريكي يعني تصاعدت المواقف طبعا الأمريكية تباعا كيف يمكن هنا مقاربة مسألة التدخل الأجنبي وفي الوقت نفسه طلب الدعم الأجنبي على المستوى السياسي هل يمكن أن يصل هذا الدعم إذا ما اضطر الأمر إلى دعم بالسلاح كما دعا جو مكين وجو ليبرمن وأنت كنت طبعا مديرا لمكتب صحيفة الشرق الأوسط في واشنطن وتعرف أهمية هذه الدعوات من قبل جمهوريين أو مستقلين لتسليح المعارضة وفق مواردة في هذه التصريحات يعني كيف يمكن أن نقيم في هذا السياق الموقف الأمريكي والحساسية التي يمكن أن تطال بعض المعارضين الليبيين حيال هذا نعم أنا ألاحظ بأن الولايات المتحدة الأمريكية تصير في اتجاهين الاتجاه الأول وهو اتجاه سياسي واضح جدا وهو التخلي تماما وإسقاط شرعية النظام وكانت تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما في منتهى الوضوح بأنه العقيدة القذافي فقد شرعيته وعليه أن يتخلى على السلطة الآن أو فورا هذا التوجه التوجه الآخر يبدو بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد عمل يشارك فيه ليس فقط حلفاءها في أوروبا ولكن أيضا يكون هناك رضا عن هذا العمل في المنطقة وأنا أتحدث معك اليوم زار الرباط وليام بيرنز الذي هو بمسابة وكيل وزارة خارجية أو مساعد وزيرة الخارجية ولفت انتباهي في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية المغربي خلال اللقاء المشترك مع وليام بيرنز قال فيها بأن الرباط تعتقد بأنه اللجوم إلى الحلفة الأطلسي سيكون غير مجدي أو لن يكون مجديا ما يمكن استنتاجه من هذا التصريح بأن موضوع تدخل حلفة الأطلسي قد تم بحثه خلال هذه الجولة التي يقوم بها وليام بيرنز في المنطقة لكن أظن بأن الرأي في البيت الأبيض وربما أيضا في وزارة الخارجية وكذلك في الكونغرس وأنت أشرت إلى الجمهوريين والمستقلين في الكونغرس ربما يكون هناك ميل إلى استعمال البند السابع من ميثاقة الأمم المتحدة عن طريق مجلس الأمن هذا البند الذي يخول للمجتمع الدولي عن طريق مجلس الأمن التدخل عسكريا من أجل حماية المدنيين يعني إذا استمرت عمليات الإبادة هذه استمر عمليات العنف الفارط أو استعمال القوة المفرط هذا التعبير اللبق الذي يستعمله بعض المصادر بدلا من البطش أو العنف أعتقد بأنه الولايات المتحدة الأمريكية ربما تفضل هذه الصيغة صيغة استعمال البند السابع أي تدخل من طرف الأمم المتحدة تدخل تحت مظلة مجلس الأمن من أجل حماية المدنيين العزل في ليبيا خاصة في المناطق التي فعلا لم تعد تحت سيطرة العقيدة القذافي هذا هو السيناريو الذي يبدو بأنه يتبلور الآن بين واشنطن وبين الدول الأوروبية أما قضية التسليح فهذه فيها مغامرة لأنه ستسلح من إذا كان الأمر بجنود أو وحدات عسكرية متمردة فهي تمردت بسلاحها ثم أن ذلك ربما ربما المقصود عفوا أساس طلح المقاطعة ربما المقصود آسف لفرق بعض الثواني بيني وبينك ربما المقصود أنه في حال استوجبت إطاحة القذافي قوة عسكرية محددة لا يمكن إلا عبرها الوصول إلى القذافي وإطاحته وإطاحت نظامه إذا لم يغادر أو يعلن تنحيه وهذه القوة العسكرية قد لا تكون في أيدي المعارضين هل يكون من المحتمل أن يحصل هؤلاء المعارضون على دعم بالسلاح من الخارج أم لا أنا أعتقد نعم الآن وصلتني الفكرة أعتقد بأنه المسألة كما قلت ربما تتطلب عمل في إطار الأمم المتحدة تحت مزلة مجلس الأمن والبندة السابعة التي استعمل سبقا استعمل في أوروبا بعد الحرب اليوغوزلافية في هذه الحالة ربما الأمور تتخذ منحة نحو الحسم السريع حتى لا تمتد الأمور أكثر مما يجب لأنه الآن إذا استمرت الأوضاع بهذا الشكل أنا سمعت ما قاله العقيد خليفة حفتر من أن ربما القذافي يلجأ إلى التخريب يرسل مجموعات للتخريب وهذه معنى ذلك ستطول الأمور قذافي متخندق في طرابلس بقية المدن ليست تحت سيطرته ليست كلها تحت سيطرة المعارضين نعم فلذلك ربما تطول المسألة أكثر مما ينبغي نعم سيد ستيفن كليموس وليل طريقة أيضا منك سمحت ربما يلجأ الغرب والولايات المتحدة الأمريكية آسف سيد طالح بسبب طبعا ذكرت لك فرق الوقت ثواني قليل بين صوتك وصوتنا ستيفن كليموس يعني موضوع العقوبات التي أقرها مجلس الأمن على القذافي وأفراد من عائلته لأي مدى في تقديرك يمكن أن تشكل عاملا يزيد الخناق على القذافي في الداخل يحض من حركته بسبب منع السفر وما إلى ذلك وبالتالي هل يمكن أن ينتظر تصاعدا لهذه العقوبات في حال وقيت الأمور على ما هي عليها أعتقد أن بإمكانك توقع بعض الجهود في محاولة لتعزيز العقوبات البيت الأبيض قرر اتباع مصار زيادة الضغط على القذافي وعلى نظامه وأن أتفق كلية مع زميلي في البرنامج أن البيت الأبيض يحب أن يتصرف في ظل الفصل السابع للأمم المتحدة عندما كنت في البيت الأبيض يوم الخميس نقشت ما سمي بمشكلة الصين بشكل مباشر بمعنى من الصعب جعل الصين تمتنع عن التصويت ولا نعرف ماذا سيتم هذا المسار قد أغلق إلا إذا أصبحت الصين داعمة بطريقة أو بأخرى لهذا الجهود لا أعتقد أن الصين بعد إرثها وقلقها بشأن ميدان تينام وتعاملها مع الجمهور الصيني وأنها لا تريد أن تدفع بنظام خارج الحكم لأن هذا قد يؤدي إلى عدم الاستقرار هذه إحدى المشاكل الرئيسية مع الدينامية الصينية هذا لا يناقش حاليا والناس يفترضوا أن الحل يمكن أن يأتي عبر الأمم المتحدة بطريقة سهلة حتى الآن العقوبات هي أحادية ولم تمر عبر كيانات أخرى والبيت الأبيض صحيح أنه يود أن يظهر الدعم للمسؤولية مسؤولية الحماية والأمين العام بنكيمون تحدث عن ذلك ولكن في هذه اللحظة وكما نرى الأمور اليوم لا يوجد قبول من الصين للتحرك في هذا الاتجاه نعم حضرة العقيد خليفة بالقاصم حفتر هناك بعض الرسائل الموجهة إليك من قبل المشاهدين لنا لأعرف أن كانوا يفضلون ذكر أسمائهم أم لا ولكن محمد يسألك إذا كنت ستعود إلى أرض الوطن يقول باللهجة الليبية أننا نحبوك والله يشهد على كلامنا ابنك محمد سأقول لك الاسم ربما خارج الهواء أو إذا أراد محمد أن نقول الاسم كاملا يمكنه أن يرسل رسالة أخرى لنا بعد قليل أيضا صالح يسألك أستاذ حضرة العقيد خليفة إذا ما كنت أيضا ستعود إلى الوطن ويدعوك إلى أن تعود لتساهم من الداخل كما تساهم من الخارج في هذه المواجهة هناك رسالة وردتنا من عائلة الطيار سعد صالح البرغثي آمل أن أكون لفظت الاسم صحيحا هو طيار من منطقة العقورية شارك بن غازي يعتكل في بداية التسعينات بعد اتهامه باللقاء مع شخصيات معارضة خارج ليبيا ومنذ ذلك الحين لا أحد يعلم عنه أي شيء مع العلم أنه حتى زيارة لم تتح له من قبل أهليه إذا ما كان حيا يقولون ويرجون أن يكتشف سره قريبا هناك رسالة من بشير يقول أن ليبيا في خطر ويؤيد تدخل عسكري من الأمم المتحدة للإطاحة بنظام القضافي ثم يتولى الليبيون عفوا يتولى الليبيون إدارة المرحلة المقبلة طبعا موضوع تدخل عسكري يؤكد كثيرون من الليبيين المعارضين رفضهم له من تدخل الخارجي هناك أيضا من يقول أن الوقت ليس لصالح الانتفاضة لأن كل يوم طائرات مرتزقة تهبط في ترابلس لازم الأخوة في بنغازي يتصلون بمسراطة والزاوية للتنصيق العمل بينهم وعمل خطة للعلم يقول مصراطة الآن تواجه هجومة من كتيبة خميس والمرتزقة يحاولون الاستلاء على المطار أرجو أخذ خطوات سريعة كسبا للوقت إذن وردنا الآن أن مصراطة تواجه هجومة من كتيبة خميس والمرتزقة يحاولون الاستلاء على المطار نقاط عديدة سيد خليفة بالقاصم حفتر أولا فيما يتعلق بعودتك إلى أرض الوطن نتعلقك على ذلك وأيضا ما استمعت إليه في موضوع مصراطة وما تنصح به الآن إذا ما كان هناك محاولات فعلا لمحاولة إعادة السيطرة على المناطق التي فقدها القذاف أولا أشكر الأخوات التي اتصلوا بنا عملية العودة إلى ليبيا لهذه أمنية بالنسبة لي أنتظرها من 24 عاما حتى الآن خارج الوطن وللأسف أن الجذافي الذي تربط بيني وبينه صلة العمل التحرري في ليبيا وقد عملنا بإخلاص طيلة الفترة بإخلاص ليبيا نعتقد أن معمر الجذافي كان مخلصا حقيقيا ولكن طبعا اكتشفنا من ذلك الوقت أن الجذافي لا إخلاص له لهذا الوطن وأكدها الحمد لله في نهاية المطاف بهذا العمل الذي يقام به نحن قبل أن فوت الوقت نحن في عملية الدعم الخارجي نحتاج إلى شيئين اثنين سريعين بدل ما يعني كلام الثاني هذا كله يأتي قد يكون في وقت لكن هناك طائرات طائرات عمودية بأنواع مختلفة في ستة عشرين خمسة عشرين وهكذا يعني في تطور ممكن نصل حتى ثمانية عشرين وأكثر وأنواع أخرى من الطائرات التي تقوم بمثل هذه المهمة هذه الطائرات مركبة على الرشاش أي أن كان نوع أو عيار أي رشاش آخر ولكن لنعرف 14.5 نفس الطريقة مركبة على صواريخ ضد الآليات هذا مهم جدا إذا كان هناك من عمل سريع خلال أيام هذا شيء جميل طائرين موجودين وقدرين على أن يستوعب هذه المهمة بسرعة أما عن طريق البر فهناك صواريخ RBG7 هذه قادرة على صيادة الدبابات العربات هذه كلها والشيء الآخر هناك رشاش مركبة على عربة تيوتا ربعية دفع هذه مهمة جدا يا ريت نحن نلقو من أخواننا علي نعطوهم هذا الرقم على أقل 250 عربة سريعا 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 حقيقة وهذه مهمة جدا للتحرك بقدر من يتحرك القذافي بأذى السرعة يتحرك أكثر منا 250 عربة مركب عليها 14 ونص مع قواذف أخرى مضافا لأن 14 ونص هذا صالح للجو لضرب الطائرات من الجو وفي نفس الوقت صالح لضرب الآليات والأفراد على حد سوى للقوات الأرضية الأربجيهات معروفة أنها العليات والدبابات فقط تكلمت عن المصرات وعملية الهجوم عليها أنا أعتقد أن أهل المصرات تطمنون في اليومين الماضيين يا أخوان هذا كلام المعركة مثل شاب الحريق إذا أنت ما تقضي عليها بسرعة فمرات تلف عليك مرة ثانية يعني طفي جزء ويطلع لك جزء الثاني نفس نفس الطريقة تطفي جزء ويطلع لك جزء الثاني أرجوكم لا تستهزوا بعملية الأمن وأنا أكرر هذا لإخواننا في بنغرازي في المرج في البيضاء في درنا طبرق ما تحاولوا كم قدر تستهنسوا على مدى نظركم في أشياء قد تحدث بين الليلة المضحاها فأرجوكم تأكدوا على عملية الأمن وتحطوا عمليات استطلاع بعيدة المدى نفس الطريقة على الطرق وخارج الطرق وكل مكان يعني الحمد لله ليبيا مفتوحة وسريعة تتحرك فيها من أي اتجاه المضايق معينة على طول الطريق الساحلي قادر على أن تستولي عليها هذا يحصل حتى من استلاعك على مدينة استلاعك عليها يمنع الاعتداء على المدينة يا أخوان اعتداء على المدينة شيء بصراحة أنا قديش عز في نفسي مواطنين عزل ونفس الطريق الجذافي قلنا هدف التقريب كيف يرضم عمر جذافي الذي كان يقود هذا الشعب أن يأتي بمرتزقة بالمادة يجوا يضربوا أبنهم للأسف أن الشيء يدمي القلب هل يتحل سأعود لك سيد خليفة نقاط كثيرة والوقت ضيق جدا ونحاول أن نحصرها في وقت نعم سأعود لك بعد قليل سأعود لك خمس دقائق بعد قليل فقط سأخذ مداخلة أخيرة من ستيفن كليمانس هل لا تزال معنا ستيفن من واشنطن تعليقك أين يمكن أن تسير الأمور في المرحلة المقبلة هل تتوقع انهيارا كاملا للنظام خلال أيام أم خلال أسابيع أم ماذا أعتقد أن أحد الضيوف عبر عن ذلك بشكل جيد شعب ليبيا الذي يقاتل نظام القذافي يدرك أن عليه أن يحقق النصر بسرعة وإلا فإنه سيواجه موقفا عصيبا من جانب القذافي أنا أقلق كثيرا بالنسبة لما نراه يحدث ليس من السهل أن نشاهد الأفلام التي عرضتموها ونعرف أن المجتمع الدولي محدود جدا أنا أجلس في واشنطن وهو مكان قوي ولكن هناك القليل الذي يمكن لنا أن نعمله إلا على هامش هذا الموضوع أنا أكون إعجابا شديدا للناس الذين يقاتلون من أجل مستقبلهم وأنا كنت في طرابلس في العام الماضي في البلد القديمة في طرابلس وكنت أمشي في الليل والتقيت بمجموعات كبيرة من الشبان وتحدثت إليهم وكان هذا مخيفا لم تكن هناك إضاءة كنت أسألهم كيف ترون مستقبلكم قالوا نحتاج إلى وظائف وكنت تشعر بإحباطهم وأعتقد أن الناس يقاتلون من أجل مستقبلهم وسيكون هذا صعبا ولكن آمل في نهاية المطاف أن المحتجين يهيمنون وينتصرون على القذافي ولكن لا يجب أن نقلل من شأن هذا الرجل والقوة التي لديه والتي يلقيها على شعبه شكرا جزيلا لك ستيفن كليمونس من واشنطن مدير برنامج الاستراتيجية الأمريكية في مؤسسة نيو أمريكا شكرا على هذه المشاركة العقيد رقون خليفة أبو القاسم حفتر أريد منك أن تقول كل ما عندك سأعطيك أربعة أو خمس دقائق قبل أن أنهي معك وأشكلك على هذه المشاركة طبعا ستكون لك مشاركات أيضا إضافية لمواكبة التطورات تفضل بالمزيد من الملاحظات أو الرسائل التي لديك إلى الداخل الليبي شكرا لك أنا أسمعت هناك دبابات نزلت في طرابلس أتت لبناء طرابلس إذا كان هذا صحيح أين هو الدعم الدولي والموقف الدولي الموقف الدولي يوقف مثل هذه الأعمال وإلا هذه الدبابات عليها أن تتجه نفس الباخرة تتجه إلى بنغازي تتجه إلى بنغازي منطقة محررة آمنة تتجه إلى درنة يعني أحد المواني كثيرة جدا في المناطق المحررة أرجوكم أي تعاقد سابق والله أي تعامل سابق هناك من الالتزام الدولة المنتزمة وخاصة فيما يخص الأسلحة السفن الحاملة لهذه الأسلحة ولا لهذه المعدات التحرك إلى المناطق المحررة في المنطقة الشرقية الآن محررة إذا تحرى طرابلس يجب كل شيء يجيز إلى طرابلس حتى يوزع على بقية المدن في الجنوب وفي الجبل الغربي لكننا لا نريد الخاطر بأن نستهدف منطقة ننقلها سلاح وبعدين يطلعنا الأمر معاكس المناطق المحررة يجب أن تتحول من إيطاليا أو من فرنسا أو من أي مكان مالطة حتى من أي دولة عربية المهم أنها تأتي إلى المناطق المحررة حتى نستطيع أن نأخذها بسرعة وأن نعيد تنظيمها واستخدامها استخدامها الصحيح في الوقت المناسب لأخرى أخواننا أنا ما نبتش قبل أن أكد على بعض النقاط خلين نمشي مع هذه النقطة في وادي الشاطي في حوالي 6 ألف مسلح الحمد لله من شباب الثوار ينظمون إلى الثورة يا أخوانا ليس قضية قضية انذمام شكرا لكم وبرك الله فيكم أنتم مجموعة قبائل لكن القبيلة الكبيرة التي موجودة أنا ما نبتش نتكلم أكثر منك أنا ما نبتش حتى نسمي أسمها لكن يقولوا المقالحة نرسلها هذا على الأجداد لكن لأحفاد كيف ياريتم يقوموا بواجب وطني المقالحة دائما محروفة يدوا في واجبها من وطني عمرهم ما يخافوا أبدا فنحن عارفين مكويس فياريتم الموقف هذا تحسبوه بالواحق مكويس والدنيا قديمة لازم واحد يرى هذه الأمور هناك المزيد من الرسائل لك أيضا منهم يدعونك إلى العودة يقولون أن الحدود مفتوحة ويقولون أنهم سامعوا كثيرا عن خبراتك العسكرية ويأملون أن تستمر في دعمهم من الداخل هناك أيضا تحية للعقيد الوطني خليفة حفتر لمقدم ليس هناك مشكلة لمقدم البرنامج نحن نحاول طبعا نقل الواقع كما هو قدر الإمكان ما هي النهاية التي تتوقعها القذافي وأبناء السؤال أخير لك سيد خليفة حفتر مع سأل الملاحظات لو سمحت لدي الكثير من الاتصالات سأخذها بعدك والله أنا بالجذافي حقيقة نأسف لكل ما حصل بينه وبينه وأنا قد نسامح في كل حاجة بينه وبينه لكن المشكلة الآن أصبحت بين الوطن وبين الجذافي فالوطن هذا أم لا يمكن الاستقناء عنها فعليه الجذافي حقيقة نريد الجذافي يحصل حسابات طيبة الجذافي يعني رجل ذكي ونريد أن يستخدم ذكاء اليوم وليس في التخريب أنا أعرف القذافي ما هو فالح إلا في التخريب وفي تدمير كل ما هو صالح الآن نريد أن ينظر نظرة إيجابية ونحاول أن يختصر هذا الطريق لأن هذا الطريق في نهاية يعرف أنه ليس في صالح هذا الإطلاق وأنا ما أريد أن أتعرض للنهاية مؤسفة حقيقة لهو ولا أولاده أنا أمري ما أريد هذا أنا حتى لما كنت معارض ضده نريد أن نخلص البلاد منه أول ما قلت له في أول وحدين تزمي قلت لنا نحن كل شيء يمشي كويس إن شاء الله بسي قذافي عليهم يخطو خطوة الوراء ويترك الشعب اللي بواشانا لازم يذكر هذه العبارة إذا موصلتها علي إتحال دقيقة فقط لو سمحت أنا أريد أن نوجه حقيقة الوقت الضيق يعني خمس دقائق برضا ما سدش الوقت الضيق جدا أنا بالنسبة للضباط الموجودين في المنطقة الشرقية والملاطق المحرّة بصفة عامة شرقية وغربية وأنتمنى أن طرابلس هذه لازم تطلع بسرعة لازم نفك الحصار عليها لازم يخافوش عن طرابلس طرابلس هذه عاصمتنا التي يجب أن نتمسك بها وهذه شرف أي دولة عاصمتها فلا يعني شيء عملية الأطراف نحن متمسكين بطرابلس حتى النهاية طرابلس هذه بلدنا اللي يجب كل واحد مننا يزورها وأيضا يرتاح فيها وفي نفس الوقت يقضي عطلات فيها لأنها هي عنوانة فلا يجب إطلاقا أن نتخلى عنها ولا نسمح إطلاقا لأي دعاية تأتي في هذا المجال المناطق المحرّة بصفة عامة وأكد لها أربعين مرة على الأمن لا تجعل القتال داخل شوارعكم من العيب واجهوهم براء فيه مناطق كثيرة جدا بنجدابي بالذات عليها هذه نقطة مهمة جدا هذه هي العصبة كافة الطرق المنطقة كافة الطرق المؤدية للشرق والغرب فعليكم تحصينها تحصينا لا يستطيع واحد أن يمر إلى الشرق وفيها هذه القوة الغرة التحرك المجموعات الزائدة ليس زائدة لا يوجد أحد زائدة اليوم لكن الذي قادر على أنها تأحمل إسلاح مؤثر تستطيع أن يتحرك تتحرك إلى الغرب إلى أي نقطة ما زالت تحريرها لا تخافهم الجذافي الجذافي يدافع عن نفسها وأنتم تهاجموا لتحرير فالمهاجم دائما أقوى عمر ما واحد ربح حرب من دفاع الدفاع للهجوم هو خير وسيلة للدفاع عليكم بالمهاجمة لا تدافع أبداً أنتم أصحاب حق صاحب الحق عمر يدافع صاحب الحق يقاتل يقاتل ويهاجم أما هو عبارة عن مثل اللص يضرب هذا شوية ويضرب في المكانة الآخر شوية هذه أمور لا تعفهم عمر يقلافي من المصير المحتوم نعم شكرا جزيلا لك العقيدة لكم في الجيش الليبي خليفة بلقاصم حفتر طبعا ستكون معنا في حلقات مقبلة لمواصلة هذه الاستفادة يعني من خبرتك العسكرية في متابعة المواقف في الداخل الليبي شكرا على هذه المشاركة عبر الهاتف من الزوارة معنا شاهد عيان أو شاهدة عيان لا أدري هل لكم أن تضعونا في الأجواء عندكم في الزوارة الآن في الغرب طبعا التونسي كيف هي الأوضاع الآن شاهد عيان تفضل أيها السلام عليكم يبدو أن فقدنا الاتصال به على كل حال السلام عليكم تفضلي أهلا بك أم بدر دوارة أهلا المسأل أنت على الهواء ما هو الوضع لديكم الآن وما رسالتكم لأهل ترابوس والله لا يجب لدينا في مدينة الزوارة من الحكومة السابقة ولا أي مجموعة من الأمن لدينا شبابنا هم الذين يقومون بحراسة المدينة ونحن في أتم الاستعداد للموت في سبيل حريتنا من هذه الطاغية نعم معمر الجداف وأبنائه والرجال الذين معه نعم شكرا جزيلا لك على هذه المكالمة من مدينة الزوارة والآن مشاهدنا أرحب بالضيف ربما موقفه كان من المواقف الرئيسية التي ساهمت في تضييق الخناق على العقيد القذافي في إطار المواقف الدبلوماسية سعادة السفير الليبي في واشنطن علي الأوجلي أهلا بك في الساعة حرة بداية هل لك أن تقول لنا الآن بشكل واضح موقفك مما يجري موقفك من نظام العقيد القذافي موقفك والمعطيات التي على أساسها بنيت هذا الموقف شكرا جزيلا وأحيي قناة الحرة موقفي من النظام الآن أعلنت بشكل واضح وصريحة لا يشرفني على الإطلاق أن أمثل نظاما يقتل أبنائها ولا يشرفني أن أمثل نظاما يستعمل المرتزقة لقتل الليبيين ولا يشرفني أن أمثل نظاما لا يتعامل إلا بالقوة وقوة السلاح بنيت هذا الموقف بعد أن رأيت ما يجري في المناطق الشرقية بعد أن رأيت الأطفال يقتلون ويمثلوا بالجثث رأيت كيف الناس سيتفاعلون ويقاومون هذا البطش بصدورهم عند ذلك الحقيقة بدأت كل جوارحي تتأثر وصبرت قليلا لما طلع خبر على أن ممكن السيد سيف يلقي كلمة ولعل أن يكون فيها علاج معقول لهذا الموقف ولكن عندما تحدث سيف لم يترك لي أي مجال للشك أن هذا النظام لا عقل له ولا ضمير له ولا أخلاق له فقررت أن أتخذ موقفا وإنهي كل صلة لي بهذا النظام الذي لا يشرفني تمثيله أنا ليست لدي أي أشياء خاصة ضد تأثرت بها لاتخاذ هذا الموقف إلا أني لا أستطيع أن أسكت وأغمض عيني على ما يجري من مذابح عندما خطبنا السيد سيف بلغة الصواريخ ولغة القنابل ولغة التدمير أصبح هذا الموقف واضح والحقيقة للأسف كانت صد مالية بشكل لا يمكن أن يخطر على البال سيف كان دائما يقدم نفسه على أساس أنه رجل يسعى إلى التغيير رجل عنده أفكار جذابة رجل يمثل الغد كما يدعي ولكن اللغة التي خطبنا بها كانت لغة في منتهى السوء وهذا النظام الحقيقة ليس فاشل بس في إدارة شؤون البلد فاشل ذريع على جميع المستويات تصور اللغة الإعلامية التي يستعملها الآن في معالجة الموقف لغة رخيصة ويستعمل في ناس أذناب لا طعم لهم ولا بنة ولا رائحة يعني هؤلاء يدافعون على نظام منهار هذه الكيفية التي يعالج بها النظام هذه الأوضاع قضية محزنة الحقيقة وتثبت فشل هذا النظام كيف أنت تريد أن تدافع على نظام بالتعامل مع ناس مشوهة ناس مضيها سيئة وحظرة سيئة ومستقبلها أسوأ فالحقيقة هذا هو الموقف بشكل عامل سعاد السفير يعني تعرف موقفك وبعض المواقف لديبلوماسيين آخرين لاقت في داخل الليبي لمؤيدي القذاف انتحدث هنا بشكل واضح عن الإعلام الليبي الرسمي شنوا هجوما شرسا عليكم سموك طبعا بالاسم سموا السفير عبد الرحمن شلقم المندوب الليبي في الأمم المتحدة طبعا نائب السيد الدباشي وكثيرين واتهموكم بالخيانة وبأنكم تنصكون علاقات مع مسؤولين أمريكيين وربما أبعد من ذلك هذه الاتهامات وما تصفونه ويصفهم وأيديكم بحملات التشويه لأشخاصكم كيف يمكن أن تردوا عليها كيف يمكن أن تواجهوها يعني رسالتكم في هذا الصياق إلى الليبيين في الداخل الذين سمعوا عنكم كلاما سيئا من قبل المدافعين عن النظام صحيح ما ذكر وما يذكر يوميا من تشويه رخيص وغير مسؤول وغير أخلاقي شيء غير مستغرب على هذا النظام أنا اشتغلت في هذه الدولة يعني ما يقارب من أربعين سنة وليس لدي وليس في سجلي أي شيء مشين بالعكس أنا شرفت أو كلفني هذا النظام من وظيفة إلى أخرى هذا التكليف لم ينطلق من فراغ انطلق من الثقة التي أتمتع بها وانطلق من الحرص على أداء وظيفتي بحرفية ومهنية رائعة وأكبر دليل على ذلك أني أنا عينت أول دبلوماسي يحضر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليبدأ في بناء هذه العلاقات إذا كنت أنا كما يدعي النظام ويدعي أزلامه لي كل هذا السجل البائس يبدأ كيف يتم تعييني سفيرا في الولايات المتحدة الأمريكية يعني شيء غير أخلاقي وكما ذكرت سابقا أن هذه الدعاية الرخيصة لا يصدقها أحد في ليبيا هذا شيء يعني اسلوب غير أخلاقي واسلوب عتيق في مواجهة عالم متحذر وناضج السيد عبد الرحمن من الوجوه الكريمة والطيبة الذي له مواقف رائعة وكلمته في الأمم المتحدة بكت الصغيرة والكبير لا يستطيع أن يطعنوا فينا هؤلاء الذين يقولون علينا الأشياء ليس لها أي شيء من الصحة وكما قلت إذا كان سجلنا سيء بهذا الشكل لماذا نحن نتعين في هذه الوظائف سعد السفير دعني هنا أستفيد من وجودك معنا وهذه الإطلالة لأضعق أيضا في من قد يكون من مؤيدين نظام ويسمعنا الآن ربما سيف الإسلام نفسه الذي قال أنكم ربما تهربون من السفينة لأنكم تظنون أنها تغرق يعني التشكيك في أن السفينة تغرق أولا وأنكم تغادرونها للبحث عن موطئ قدم لكم في المرحلة المقبلة أيضا ردكم على هذه النقاط والله السفينة التي تغرقنا شخصيا موجود في الولايات المتحدة الأمريكية ليست هذه ذريعة ولكن هذا النظام والسيد سيف الإسلام ما شاء الله عليه باللباقة وبتبريرة للمواقف والحقيقة أنا استمعت لمقابلة أجراها نحن نقول أن عمر الكذب قصير يعني لم يقول أن ما يجري في المنطقة الشرقية عبارة عن شوية أولاد منشقين وغيره وكذا وتعالوا نتعامل معكم وتعالوا هذا الحقيقة كلام لا يجوز نحن لا نخاف شيء ولم يكن لي في يوم من الأيام أن أضع مصلحتي قبل مصلحة الوطن ولم يسجل علي يوم من الأيام أني أنا أخنت الأمانة المكلبة أنا تعاملت مع هذا النظام لآخر لحظة ولآخر شيء وكنت أمين وسوف أحافظ وسوف أحافظ على جميع ممتلكات السفارة الليبية في واشتون ولن تكون عرضة للابتزاز لأي شخص نحن ناس عندنا أخلاق في التعامل وعندنا قيم ولكن هذا النظام الحقيقي لما يطلع واحد حشاك يعني سجلوا مليان الأخلاقي وسجلوا السياسي مثل يوسف شاكير أو غيره يتبجح هذا الإنسان يعني فاقد الكردباليتي متاعها يعني هذا إنسان ما عنده ولما يجتمني يوسف شاكير أنا هذه بالنسبة لي تزيد في أسهمي فالحقيقة للأسف الشديد يعني نظام لا يعرف كيف يتعامل مع أفسط الأشياء لأنه ليس له منهج وليس له استراتيجية وليس له خطة وليس له حس بما يجري في الوطن نحن كنا نتمنى أن يتم الإصلاح من الداخل وصبرنا على الوعود الكثيرة التي قدمها سيف ولكن لقد ضفح الكيل الآن ضفح الكيل سعى السفير طبعا ألفت إلى أنك تتحدث عن السيد يوسف مين شاكير الذي يظهر على تلفزيون ليبي بشكل شبه يومي وقد شنى هجوما عنيفا عليكم طبعا بأنه غير موجود الآن معنا يعني هل تعرف لماذا شنى الهجوم عليها بالذات ويقول أنك تجتمع كنت مع معارضين ليبيين قبل هذه المرحلة سمى السيد علي بوزعكوك وآخرين أنك تجتمعون وسمى أيضا بعض المقاهي في واشنطن ربما ليقول أنكم تخنون النظام من قبل هذه المرحلة ما المعطيات المتوفر لديك سيد الفاضل أولا يوسف شاكير كان موظف عندي في السفرة الليبية في واشنطن وعندما صدر قرارة تعيينه الحقيقة لم أكن مرتاحا لأني كنت أعتقد أن هذا القرار كان قرارا غير صائب لأن يوسف شاكير كان قلب على الدولة الليبية هو نفسه وكان في المعارضة واشتخل فيها وكون جبهة في الولايات المتحدة الأمريكية ثم انشق على المعارضة يعني إذا كان للمرة الثانية يعني خان الوطن في الأول وخان المعارضة في الثاني وكان القرار غير صائب بالنظر لأن هذا الشخص إذا وجوده في السفارة الليبية في واشنطن معنى ذلك أن نحن نريد أن نكون علاقات مع الجالية ونريد أن الجالية ترجع للوطن وتتعفى فعل معه وتساهم إذا كان هناك فرصة في مساهمته ولكن وجود يوسف شاكير ينفر الناس منه فأنا بصراحة بعدما قضى فترة من هذا الزمن بدأ كعادته هذا الرجل لا يستطيع يتعامل إلا مع الخيانة فبدأ يتآمر على السفارة وبدأ يشكل خلايا في نفس المكتب فطلبت نقله وبالفعل نقل فهذا هو أنا لا أستغل بالنقل حتى لا نخص كثيرا في موضوع سيد شاكير كونه غير الموجود دعني أعود في موضوع لو سمحت الموقف الأمريكي الآن أولا أنت لا تزال السفير الليبي في واشنطن تمثل الشعب الليبي أم استقلت أم ماذا الموقف القانوني الآن كيف تعرف نفسك دعني بس أقول فيما يتعلق بالاجتماعات التي يتحدث عليه السيد السفير أنا لا أنكر أنه كان لي لقاب ببعض العناصر المحتدلة في المعارضة من أجل رجوع بعض منهم إلى ليبيا ورجع الكثير خلال المدة الماضية والكثير يعلم ذلك ولكن لم ويعلم الله ويشهد الله لم يكن هناك أي عمل من شهنة إحراج الدولة الليبية في ذلك الوقت منذ إلى 17 فبراير 2011 عندما غيرت موقفي بديت أتحدث بصراحة النظام أما فيما يتعلق بالموقف الأمريكي طبعا تعرف أن صدر قرار من مجلس الأمن الدولي وهذا القرار في احتقادي يعالج قضايا ما بعد سقوط النظام مثل المحاكمة مثل الأشياء الأخرى هذا شيء جيد واحتراف بالمجتمع الدولي من المجتمع الدولي أن ما يجري في ليبيا هو الحقيقة جريمة ضد البشرية أنا يهمني كثيرا أشياء عملية تعالج الموقف الرهن لأن الآن الحكم الحالي يعد العدة لطحن الشعب الليبي ليس قتلة طحنة فهذا الحقيقة اللي يهمني يهمني أن يكون لو كان صدر فقرة من فقرات القرار كان هناك حظر الطيران الجوي على ليبيا هذا الحقيقة شيء مهم ولكن أرجو أن يظل المجتمع الدولي متيقظ ولا يمكن نحن كليبيين نغفر للمجتمع الدولي أن يطحن الشعب الليبي وهم يتفرجون علينا نحن لا نريد حضور جيوش على تراب الليبي ولا أريد أن تطع قدم واحد الأرض الليبي ولكن إذا وصلت الأمور لدرجة سيئة يجب أن يكوننا تعامل جوي مع هذا النظام الذي يملك كافة أنواع الأسلحة الفتاكة يستعمل فيها ضد أنواع البشر لا يستطيعون أن أفهم أن يبقى هذا النظام على جماجم وجثث الليبيين كيف يكون هذا يا أخي لا إله إلا الله نعم سعد السفير فقط يسألك سؤال الأستاذ طلحة جبريل هو صحافي بحكم الزمالة أستاذ طلحة أسف تأخرت عليه كثيرا لكن كنا ننتظر اندمام السفير إلينا ولم يكن مؤكدا وجوده معنا سأستلحة بدقيقة فقط أرجو منك سؤالا في موضوع السياسة الأمريكية وليبيا لسعادة السفير علي الأوجلي في واشنطن أود أن أسأل سعادة السفير أولا سؤال من شقين هل ما تزال اتصالاتك جارية مع وزارة الخارجية الأمريكية على الرغم من أنك أعلنت طبعا انشقاغك عن النظام وما إلى ذلك المسألة الثانية لدي اقتناع ربما من عدة مؤشرات بأن الولايات المتحدة الأمريكية تميل إلى استعمال البند السابع من مثاق الأمم المتحدة الذي يحمل مدينيين وبالتالي تدخل عسكري في ليبيا عن طريق مجلس الأمن إلى أي مدى صحة هذا التكهن أو صحة هذا الاعتقاد الذي أعتقد به شكرا سعادة السفير سعاد سفير أمل أن تعيد الإجابة فقط لسبب تقني لم نسمعك أمل أن تعيد الإجابة الآن هناك اتصالات جارية مع وزارة الخارجية الأمريكية والسلطات الأمريكية تحترف بيكا سفير للشعب الليبي نحن الآن نمثل انتفاضة الشعب الليبي نمثل طموح الشعب الليبي وأمال الشعب الليبي ولا زالت اتصالات بها عادية أما اتصالات بوزارة خارجية الليبية فهي مقطوعة من يوم 17 فيما يتعلق بالبند السابع أعتقد أنه مهم أن يكون هناك مناقشة جدية لهذا الموضوع كما ذكرت سابقا بأننا لا نريد أن ننتظر على المجتمع الدولي حتى يطحن الشعب الليبي والقرار الذي صدر يعالج مشكلة ما بعد سقوط النظام وكما ذكرت لا بد أن يكون المجتمع الدولي متيقظ لما يجري في ليبيا عن كثب لا نريد أن نرى الشعب الليبي يحرق والعالم ينتظر إذا كان الولايات المتحدة تقول في جميع المناسبات وفي جميع الاجتماعات الدولية أنها تدعم الديمقراطية وتدعم الحرية وتدعم الشعوب التي تناظر من أجل التنفس ليس من أجل التنفس إذن يجب أن تكون جادة في التعامل مع النظام الليبي عن طريق المجتمع الدولي وكما قلت آنفا لا نريد وجودا عسكريا على أرضنا وعلى ترابنا نريد حماية المجتمع الليبي والليبيين من القصف الجوي ومن استعمال الأسلحة المحرمة دوليا نعم هل تؤيد سعادة السفير أي فكرة لدعم المعارضة بالسلاح من دون أن يكون هناك هجمات دولية أو أمريكية مباشرة على الأراضي الليبية لمواقع النظام ولمواقع القذافي إنما إمداد المعارضة بالدعم العسكري إذا ما احتاجت إليه لحسم المعركة هل تؤيد ذلك أم لا؟ والله في اعتقادي برغم أني قد لا أكون مخولا بالإجابة على هذا السؤال نظرا لأنه الآن هناك مجلس ليبي وطني تم تشكيله وفي خطوة نعتقد أنها رائعة لإيجاد جسم أو جياد هيئة معينة تتعامل مع الأحداث في الداخل وتتعامل مع المجتمع الدولي ولكن أعتقد أن الليبيين في حاجة إلى الدعم بالمواد الطبية وبالأسلحة حتى يدافع هؤلاء الناس على أنفسهم بالتأكيد أن تزويد الليبيين الذين يقاتلون هذا النظام الشرس بالأسلحة شيء مهم لأنه ليس لديهم عتاد العتاد كله موجود تحت ألوية معينة هذه الألوية مخصصة لحماية نظام القذافي واسرتي يجب أن يجتحرك المجتمع الدولي وبسرعة وكيف ترد على من يمكن أن يقول أن هذا التأييد لإمداد المعارضين بالسلاح هو دعوة لتدخل أجنبي يعني توضح هذه المسألة حتى لا تكال لك الاتهامات بأنك تدعو لتدخل أجنبي مباشر أنا قلت لا أدعو إلى تدخل أجنبي مباشر في بلادنا أنا أدعو للمساعدة وأدعو إلى دعم الشعب الليبي الذي يقاتل ولكن قلتها بكل صراحة لا نريد وجودا أجنبيا في أرضنا هذا الوجود الأجنبي لا يستطيع المجتمع الليبي أن يتعامل معه وكان ذلك واضحا ولكن اجتعب الليبي محتاج إلى مساعدة للأسف المساعدات التي تأتي من الدول العربية يعني شحيحة حتى هذه اللحظة باستثناء دولة قطر مشكورة أو دولة مصر وتونس الذين يحاولون أن يقدم المساعدة المطلوبة نحن نطلب من المجتمع الدولي أن يغيث الليبيين الآن بالأدوية والغذاء والأشياء الضرورية لإنقاذ أرواح الليبيين الذين يعالجون في المستشفيات نعم سعدة السفير لدي دقيقة ونصف معك كان لديك نداء أن توجهه إلى الداخل الليبي تفضل أنا أود أن نوجه نداء إلى الشعب الليبي العظيم هذا الشعب الذي كافح ثلاثين سنة ضد الاحتلال الإيطالي نريد هذا الشعب أن لا يستسلم وأن لا يستكين ليس هناك أمامنا إلا النصر أو الموت هذا النظام يجب أن ينتهي أريد من الشعب الليبي أن يضحب الغالي والرخيص لقد كسر حاجز الخوف ولقد تحل بشجاعة الأمهات تقبل أولادهم في الصباح ويقول لهم اذهبوا اذهبوا إلى الميدان اذهبوا إلى الميدان قاتلوا على شرفكم وكرمتكم هذه معركة كرامة يجب أن يموت الليبيين من أجل كرامة ليس هناك رجعة وليس هناك نقاش وليس هناك تنازلات لا نمد يد لهذا النظام على الإطلاق إلى أن يسقط بعد يسقط يجب أن نتعامل معه بكل كرامة وبكل أخلاق وليس بالأسلوب الذي يتعامل معهم مع المواطنين الذين يحرقهم في المعسكرات بعد أن يقيدوا أيديهم وأرجلهم هذا نداء للشعب الليبي لا تستكيني هو الشعب العظيم فإن النصر قريب إن شاء الله شكرا جزيلا لك سعادة السفير الليبي في واشنطن علي الأوجلي وقد قلت في هذا اللقاء أنه لا يشرفك أن تمثل نظاما يقتل أبنائه بقوة السلاح شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة من واشنطن نستطلح جبريل من الرباط أشكرك جزيلا الشكر وآسف لم نعطيك الوقت الكافي في الساعة الثانية من هذه الحلقة كما أكرر شكري لكل من شاركنا في هذه الحلقة العقيد الرقون في الجيش الليبي خليفة بلقاصن حفتر وستيفان كليمس من واشنطن وإيضا المتصلين من المواطنين الليبيين شكرا للمتابعة وإرالي قا